السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو أسئلة مادة العلوم الفيزياء للصف الأول المتوسط أسئلة امتحان الشهر الأول من أحدى المتابعات وده الزوهلية وإن شاء الله راح نحلها وياكم سؤال الأول عرف ما يأتي طبعا جايبين أربعة أسئلة سؤال الأول عرف ما يأتي التمدد الحراري تعريف التمدد الحراري صفحة 131 التمدد الحراري وهو تغيير في أبعاد جزيئاتها عن بعضها البعض مما أدى إلى تغيير في أبعاد المادة عند تغيير درجة حرارتها هذا التمدد الحراري صفحة 131 زي هسه تغير المادة تغير المادة موجود صفحة 136 أقول لها تغير المادة يعني حالة المادة تغيرها هي هو تحول المادة من حالة إلى حالة أخرى لا يصاحبها تغيير في خصائصها في خصائص المادة الكيميائية مثلا عندنا الجليد والماء والسائل وبخار الماء جميعها تمثل المادة نفسها وهو الماء يعني هذا صفحة 136 الإنجماد الإنجماد موجود الإنجماد موجود صفحة 138 الإنجماد هو تحول المادة في الحالة السائلة إلى المادة في الحالة الصلبة بالتبريد الإنجماد موجود صفحة 138 التبخر التبخر موجود صفحة 139 هو عملية تحول المادة من حالتها السائلة إلى حالتها الغازية عند اكتسابها الحرارة زين الدرجة الكاملة للانصهار صفحة 138 وهي التي يحدث عند نقطة انصهار المادة نفسها دون تغير في درجة حرارتها هاي صفحة 138 هسا خلصنا التعاريف سؤال أول سؤال الثاني أجب عن كل مما يأتي أولا ما سبب ترك فواصل بين قضبان سكك الحديد عند تركيبها ولماذا لا تكون قطعة واحدة سؤال الثاني موجودة هذه قضبان سكك الحديد صفحة 131 نقول تقريبا أي صفحة 100 نحظة سؤال الثاني صفحة 132 شي أقول أقول أن سبب التمدد الطولي موجود صفحة 132 سبب التمدد الطولي الذي يحصل عندما ترتفع درجة الحرارة صيفا ويلاحظ أن قضبان سكك الحديد تتمدد صيفا وتتقلص شتاءا تبعا لاختلاف درجة حرارتهما سأعيده التعليل الأول يقول ما سبب ترك فواصل بين قضبان سكك الحديد عند تركيبها سكك الحديد عند تركيبها ولماذا لا تكون قطعة واحدة شي نقول نقول أن قضبان سكك الحديد تتمدد صيفا وتتقلص شتاءا تبعا لاختلاف درجة حرارته يعني سبب التمدد الطولي يحصل عندما ترتفع درجة الحرارة صيفا فراح شي سوي راح تتقوس وتصبح ملتوية وينحر في القطار عن مساره لذلك يترك بين حافتي يعني بس هذه كافية ليش نطولها عليكم زيان اثنين يزداد جسم السائل بارتفاع درجة حرارتي إذ يتمدد تمددا حجميا هذا موجود صفحة 134 التعليل مية واربعة وثلاثين أقول لها نتيجة لازدياد الطاقة الحركية لجزيئات ذلك السائل بالتسخين عيدة تعليل الثاني لازدياد الطاقة الحركية لجزيئات ذلك السائل بالتسخين زيان ثلاثة لماذا تنفجر البالونة المملوئة بالغاز إذا تركت تحت شعة الشمس هذا موجود لتعليل صفحة 135 صفحة 135 سؤال الثامن صفحة 135 سؤال الثامن أقول له وذلك بسبب تمدد الغاز داخل البالونة بسبب الحرارة المكتسبة من ضوء الشمس تزداد الطاقة الحركية لجزيئات الغاز وتنفجر البالونة زيان أربعة يعد الإنصهار تغيرا ماصا للحرارة هذا موجود صفحة 137 شوفوا دا أقولكم حتى الصفحات خاف ما تلحقون وياي حتى الصفحات أقول له يعني شنو يعد الإنصهار هذا موجود صفحة 137 أقول له لأن المادة تمتص طاقة حرارية خلال تغير حالتها لأن المادة تمتص طاقة حرارية خلال تغير حالتها خمسة لماذا يتأخر جفاف الملابس في يوم رطب أقول له أن تبخر الماء بطيئة تكون تكون بطيئة بين وجود الهواء الرطب أن تبخر الماء تكون بطيئة بين وجود الهواء الرطب سؤال الثالث ما هي ألف ما هي العوامل المؤثرة في كمية التبخر هذا موجود صفحة 140 العوامل المؤثرة في كمية التبخر بس تعداد نوع السائل اتساع سطح السائل سرعة الرياح درجة الحرارة الضغط وكمية بخار الماء في الهواء سؤال الثالث ألف موجود صفحة 100 أو أربعين با ماذا يقصد بالتكاثف التكاثف نفس الصفحة صفحة 140 هو تحول المادة من حالتها الغازية إلى حالتها السائلة وهو عكس عملية التبخر زين سؤال الرابع عدد العوامل المؤثرة في تمدد الأجسام سؤال الرابع صفحة 132 العوامل المؤثرة في تمدد الأجسام طول السلك ودرجة الحرارة طول السلك ودرجة الحرارة طبعا لا وبعد نقطة الثالثة نوع المانتة الصلبة يريد باستعداد إن شاء الله تستفادون من هذه الأسئلة إن شاء الله التوفيق